بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة والسلامة والرحمة الرحمن الرحيم سنة او عمل صالح لفضل العظيم لسورة الانعام حديث ذكره الثعلبي رحمه الله في كتابه وذكره الامام القرطبي في كتابه عن فضل قراءة الثلاث ايات الاولى من سورة الانعام بعد سورة الصبح الفضل عظيم جدا الحديث فيه غرابة ربما نكارة هو ضعيف لكن هناك شواهد ربما تقوي هذا الحديث وانا قلت قبل ذلك مرانا وتكرارا الحديث الضعيف معمول به في فضاء الاعمال وفي كثير من الاحكام الفقهية عند عدم موجود نص صحيح قلت ان الامام احمد قال اذا جاءنا الحديث الضعيف في فضاء الاعمال تسهلنا واذا جاءنا فيه الاحكام والحلال والحرام تشددنا فالحديث لو شواهد تقوي او يعني استأنس ان يعمل بها فانا حقول احط لكم الحديث والسواب العظمي في الحديث امن ارد ان يأخذوا بالحديث والعمل يعملوا به اه كان بها ومن ارد ان يرد فلايس في ذلك شيء فما حدش يعني محدش يكتبه تحت الفيديو الحديث الضعيفة يا شيخ اولا الشواهد اللي بتقوي الحديث ده او خلينا نستأنس اولا ذكره كثير من المفسرين في كتبهم وابرزهم الامام القرطبي وهو عالم من اعلام التفسير وذكره والحديث اللي هو اكثر من الرواية ولم يعلق عليه لم يخرج سند الحديث ولم يقول حتى انه ضعيف ولو يعلم يعلم يقينا انه مجذوب لما ذكره في تفسيره في تفسير الآيات الثلاثة الثلاثة الاولى من صورة الانعام لو يعلم انه يقينا انه مجذوب ما ذكره هو يعلم انه ساعة من بعده ملايين وملايين وملايين من الناس الى اوم القيامة سيقرؤون تفسيره ويعملون بهذا الحديث خاصة انه الموجود في الحديث له فصاب عظيم فايضا ذكره الامام السيوطي في كتابه تمهيد الفرش تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش ولم يذكر انه مجذوب من ذكره انه من الخصال الطيبة التي توجب للمؤمن ان يستظل بعرش الرحمن يوم القيامة فضلا للصواب العظيم يوجود في الحديث فواحد من اعلام التفسير ذكره واحد من اعلام الحديث ذكره ولم يذكر واحد منهم انه مجذوب كما قلنا ان امام القطبي لم يقول حتى انه ضعيف بل ذكره في التفسير للآيات وكثير مفاصيل ذكره ايضا ما يستمهي يعني ما يجعلنا نستأنس ان الرغم من كل رجال السند لم يتكلم فيهم الا واحد فقط يقال له ابراهيم ابن اسحاق قال علماء مطروك الحديث قالت ضرقتني انه مطروك الحديث وقال بعض الماء زائغ انه زائغ لكن ابن حبان قال ثقة وثق هذا الرجل يعني ابن حبان صحح الحديث ابن حبان من المحادثين ام 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 التبادين من الكتب التسعة في الحديث فالحديث بيقولين ذكر القطبية رحمه الله وبعض المفسرين في تفسير قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون والذين خلقوكم منطينين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمطرون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم السركم وجهركم ويعلم ما تكسبون بالمناسبة فضل صورة الانعام عظيم هي السورة التي نزلت جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم الا اياتان فقط وكما قال الحاكم في المستدرك والحاكم صح هذا الحديث لا تتكلم عن الحديث الذي في الزكرة لا تتكلم عن الحديث الذي سأقوله الآن ان نزل بها سبعون الف ملك وكان لهم زجل وتسبيح عندما نزلوا بها الى رسول صلى الله عليه وسلم وهي السورة الوحيدة التي نزلت جملة واحدة الى اياتان عندما نزلت كما قال المفسرون كان رسول السلام يركب على الناقة وراءه صحابي من الصحاب فبركة الناقة من ثقل صورة الانعام حتى قال الصحابي شعرته ان وركي قد انكسر من ثقل الوحي الصحابي نفسه وهو جلس والرسول السلام شعر بالثقل الوحي وقال ان شعرت ان وركي انكسر من شدة الالم وشدة الوحي عندما نزل بهذه الصورة الناقة لم تتحمل وبركة على الارض فذي يريك طبعا وجاءت اثار كثيرة في فضل قراءة صورة الانعام على الموتة ولكنها لم تتحمل غير السابقة وابن القيم قال لا نأخذ بها خشت ان تقعنا في بيدعا وابن عباس حتى قال من اراد ان يعلم جهل العرب فليقرأ مئة المئة وثلاثين آية من سورة الانعام حتى يعلم كيف كانت تعمل في العرب قبل اسلام وكيف ان الاسلام صحح عقيدة الناس فسورة الانعام من افضل صورة العقيدة التي يعني تبين لنا الجنة والنار وتصحى العقيدة وتقوي لا اله الى الله محمد رسول الله في قلوب الناس شفون السعلابي قال ذكر السعلابي عن جابري بن عبد الله رضي الله عنه من قرأ ثلاثة آيات الأولى من سورة الانعام بعد صلاة الصبح بعد صلاة الصبح وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة وينزل ملك من السماء ومعه مرزبة من حديد فهذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي في قلبه شيئا ضربه ضربة فتكون بينه وبينه سبعون حجابا فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد الذي يفعل هذه السنة امشي في الظل يوم لا يظل يوم لا يظل إلا يظل وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واختسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك جي الصيغة الذي ذكره الإمام السعلابي الذي ذكره الإمام القرطبي نسبة إلى إلى السعلابي رحمه الله السعلابي من محدثين ذكره في الكتاب عن جابري بن عبد الله رضي الله هذه نفس هذه الصيغة مذكورة ذكرها الإمام السيوطي في كتابه تمهيد الفرش تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش ولكنه ذكر هذه الصيغة ومعها جزء زائد واختسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك وادخل الجنة بغير حساب والعذاب وادخل الجنة بغير حساب والعذاب يبقى إذا الحديث مذكور في كتب التفسير في بعض كتب التفسير وذكره الإمام القرطبي وحطوه لحضرتكم اللينك تحت الفيديو وذكره وحتى لجنة لجنة دائمة للفتوى ذكرت الحديث وخرجته وقالت كل ترجال السند وقالت بس فيه واحد شمال إبراهيم ابن سحاق مطروك الحديث وحتى قالوا لا مانع من العمل بحديث وكذلك حضرتكم فلم نخسر شيئا السواب عظيم من قراءة من قراءة أساس آيات الأخيرة آسف الأولى من سورة الععام بعد سواة الصبح والله انصح الخبر أخذنا السواب العظيم إلا من يصح أخذنا بالأسباب هستطيعوا السواب قراءة أول سلاس آيات من سورة الععام الحرف بعشر حسنات والله يضعف لمن يشاء ومن يعلم لكن سواب عظيم جدا كلنا نتمنى أن ندخل الجنة بغير الحساب ويكفي يعني وكل الله لك أربعين ألف ملك يكتبون لك مثل عبادتهم إليهم القيام شوف الأملاكة كيف كيف تعبد الملائكة ورب العالمين سبحانه وتعالى الملك هو واحد يكتب لك عبادة أربعين ألف ملك الغاتي يوم القيامة أي السواب يكون في الميزان يوم القيامة وينزل الله سبحانه وتعالى ملك يكون حجابا أو حجابا بينك وبين الشيطان إذا هم الشيطان يعني يوحي بشيء يضربه وضربه بمرزبتي يجعل بينك وبين الشيطان سبعون حجابا الحديث في غرابة يعني كلمات المتاع الحديث في غرابة فأنا رضا يأخذ به يأخذ لن نخسر شيء لكن أنا بقول لحضراتكم الحديث الحديث على رغم من ذكره المفسرون وذكره الإمام السيوطي وذكره القرطبي ولم يعلق والإمام القرطبي زي ما قلتون حضراتكم لو يعلم كيقين أنه مجذوب ما ذكره في كتابه حتى لو والإمام السيوطي يعني ذكره في كتابه وقال في كتابه تمهيد الفرش في القصال الموجبة لزل العرش يبقى أنه يقول هذا الحديث يجعلك تستظل بزل العرش الرحمن وفي القيامة بما فيه من سؤال فهذا يقول أنه يجوز بل يستحب ويندب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعماء يبقى نعمل من هذا الحديث لأن من يدري صواب عظيم صواب عظيم جدا فربما يكون الحديث صحيح أو يكون فيه شيء من الصحة ربما يكون فيه شيء من الصحة لفضل صوت الأنعام ف لو أنك زهدت في الحديث وأنكرته ولم تفعل به وكان فيه شيء من الصحة أو كان صحيحا أتيت عام القيامة وقد خسرت الصواب عظيم يقول له ويحصل على الصواب وتخسر أنت الصواب وتندم عام القيامة فلم تخسر شيئا إذا قرأت أساس آية الأولى من صورة الأنعام مع عدم الجزم بثبت الحديث والله لو الحديث صحيح نأخذ الصواب وليس صحيح ستأخذ صواب عظيم يبقى بالنية كفاية أن ابن حبان وثق الرجل كابن ابن حمد صحح الحديث وكفاية أنه مكفو في كتب التفسير وكفاية أن يقلتوا بيذكروا ولم يعلق عليه وإمام السوتي ذكروا في كتابه فأنا أعطوا لكل إنكاد كلها وبعدين أخيرا أقول قبل أن أختم الحديث الضعيف كما قلت معاملهم به فضل الإمام مالك يحتاج بأحديث ضعيفة في كتابه الموطأ الحديث مرسلة والحديث مرسلة بينتهى عند التابعي وأخذ به وبنى عليه أحكام الفلقية الإمام أحمد كما قلنا إذا جاءنا الحديث الضعيف في فضال الأعمال تسهلنا وإذا جاءنا فيه تشددنا في الأحكام والحمد الإمام أبو حنيف أخذ به حديث ضعيفة الإمام الشافعي فهذا مذهب الأئمة الأربعة سأضر بحديثكم في صفحي عجالة تطمئن القلوب على حديث ضعيفة وإن تلاقي أحكام الفلقية هامة جدا وقلت ذلك قبل قد أكثر من الدرس أولا حديث في أحكام الطهارة متفق على ضعفه في الجزء الأخير ومع ذلك أخذ بالعلماء حديث الإمام وطائن في نفسه المطاهن لغيره ما لم يخلطه شيء ليس من جنسه فغير من لونه أو طعمه أو رائحته الجزء الأخير متفق على ضعفه ومع ذلك أخذ بالعلماء في عدم الأقص أو في حكم الطهارة وعدم رفع أن الماء إذا تغير رونه أو طعمه أو رائحته أصبح غير يزي صفة في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن المسلم فإذا كان المسلم على جنابة وملأ بنيو أو مختصم ماء وحواله إلى صابون فتغير لونه أو طعمه أو رائحته وجلس فيه لم يظهر أبدا وهذا مع رغم هذا الحديث ضعيف لكن أخذ بالعلماء حديث آخر في الصلاة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة هذا حديث ضعيف مع ذلك أخذ بالعلماء وقرر أن المأموم إذا استمع الإمام هو يقرأ ولم يقرأ قرآ صلاةه صحيحة مع ذلك في الصلاة السرية كان أبو براير شدد على الناس ويقول لهم اقرأوا الفاتحة هذا الحديث ضعيف لأن الإمام هو المتحدث الرسمي بنيابة عن المأمومين مع رب العالم فهو يقرأ وانت تسمع هذا الحديث ضعيف الحديث الذي جاء الذي قال جنبوا مساجدكم سبيانكم ومجانينكم وشعركم وإقامة حدودكم وسل سوفكم وهذا الحديث ضعيف وعلى حديث أخذ بالعلماء وقالوا أن الطفل الغير المميز لا يجوز أخذه إلى المسجد إذا كان يغلب على الظن أبيه أنه سيشوش على المصلين ويفسد عليهم صلاتهم لكن يستحب إذا كان يغلب على الظن أنه طفل هادي ولن يشوش لجي اللي أعلمها أو اللي أحببها في المسجد فمع ذلك خساب العلماء حديث من جلس حديث آخر في الصلاة من جلس لتشاهد الأخير فأحدث فقد تمت صلاته هذا حديث ضعيف مع ذلك خسابين إمامة وحنيفة وقال عليه حكم الفقهية هاما أن الجلوس لتشاهد الأخير فرض لكن التشاهد الأخير نفسه أو خراءته ليست فرضا وخلف الجمهور جمهور العلماء قالوا لا وهذا ورأي جمهور أصح مع ذلك لمبو خليفة قخص بالحديث رعو صحصان قال من جلس للتشاهد الأخير فأحدث فقد تمت صلاته بمعنى أنك لو أحدثت قبل أن تختم صلاتك بثانية أو اثنين وأنت في التشاهد لأخير صلاتك صحيحة ولا نقول لك ولا نقول لك قعد الصلاة مع ذلك الحديث ضعيف مع ذلك فالكلام صحيح لو أنت أحدثت رغما عنك رغما عنك ولست متعمدا والإنسان إذا أغلس للتشاهد لأخير بمربما يكون عندهم فلات يضغط على قولون وفي أحدث عنده يحدث فرحمة بالناس رب العمي سبحانه وتعالى هذا الحديث ضعيف الحديث التي جاءت في الشترنج كثيرة جدا سواء كان رسول السلام أو عن الصحابة كلها ضعيفة لم يزبط حديث واحد في الشترنج ومع ذلك أخذ جمهور العلماء بهذه الحديث لأيما السلاسة من الأربعة يحرمون الشترنج مع ذلك كل الأحديث جاءت فيها ضعيفة ف دي مجرد أمثلة لك إذا أعاد أتكلم في حديث ضعيف أبنى تعالى أحكام الفقرية ستتكلم ساعات ف إذن أنا أتكلم في حلال وحرام فهذا حديث ضعيف في فضيلا من فضائل الأعمال لن تخسر شيئا هتقرس آيات الأولواء من سورة النعام بعد صورة الصبح هو الله الذي لا إله إلا هو علم الغيبة والشهادة الأسف هو الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفر بربهم يعدلون هو الذي خلقكم منطين ثم قضى أجلا وأجل المسمى مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم السركم وجهركم ويعلم ما تكسبون هذه الثلاث آيات الأولواء اقرأها بعد صورة الصبح رجاءا هذا السواب ربير صبح على تعالى 40 ألف ملك يكتبون لك مثل عبادتهم إليهم القيامة وربين ينزل ملك يكون حجابا وحاملا لك من الشيطان إذا أهم الشيطان أن يوسوس لك ضربهم برزب الحديث نعم فيه غرابة لكن من يدري من يدري فلن نخسر شيئا إذا قرأنا هذه الثلاث آيات بعد صورة الصبح احتسبا للسواب صح الخبر خذ السواب لم يصح الخبر لم نخسر شيئا اللي مش عايز يعمل بهذا الحديث ما يعملش به يكتب لي هذا الحديث ضعيف ويصحش عايز تعملي به لا تعملش به فأنا سأكتب لكم كلام ده تحتفيدين السخون شوه نشو هذا العلم فيه ثواب عظيم العلم علم أنت فيه أجرم عامل بي يوم القيامة لا أقول ذلك من أقول المشيء لا تشيش تبعي لي الجرس واشتراك فالله أسلامكم بلديهم تساعدوني عنشت الصندق روية قولوا هذا واستغفر الله لي